ما عرفش طول منها حاجة وبعدين ايه هي حاجة سيرة انها كان دي مراحت الهي لا يرجحها ما انا قلبي مش هيرتاح ولا بلي ايه ده غير لما اشوف المأزون بيا ادارانه انا بنت عبد المنعم بيه ابو جنب يوه صحيح يا حاجة فكر تاني ده انت يا اخويا روحت لهم مرة وبعد كده قلت عدولي الناس يقولوا ايه انت مش ناوي تروح لهم تاني انا بصراحة ربينا مش هيرتاح غير لما الوادي يخدني من ايدي ويقولوا تعال ان رح لهم يا ابو فقط ناوي با خال Fleisch هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ists jerky ايه الكلام ده؟ انتي جبت الكلام ده منين يا بت؟ محسن جوزي شايفهم وما خارجين من عمارة ببيرة وليت بول عربية مع بعض الله؟ معناته ايه الكلام ده يا نازك؟ قولي لانتي يا فوزاية؟ معناته ايه الكلام ده؟ ده محسن بيقول ان البيت وردة الحملة بن عليها اول هو اللي قالت كده يا سعاد؟ ايوه يبقى اللي في دماغي حصل هو ايه يا اخت اللي في دماغك ده؟ ما احنا كلنا عارفين كل حاجة ولا هتعمللنا فيها امو العريق ولا امو العريق؟ لا بقى انت كنتوا عارفين ان الحاجة طرد البيت وابوها واخوها وخلاص وكل واحد راح لحاله انا اللي قلتلك ان الوقت فتحي مش حيسكن برعي جوزي ده كده كان عارف ومتأكد ان فتح اخويا نوع على المصيبة دي يا سلام يا اختي يعني جوزك هو اللي عارف؟ هو تجوزها امتى؟ مش مهم نتجوزها امتى يا نازك المهم انه تجوزها والبيت تحيب لمانه يا فضحتك يا مرتبو يا بهيجة لا يا اختي قولي يا واجستك يا عبا وانت بقى هتقولي الجوزك على كل حاجة جرى ايه يا قبلاتي؟ ما العايزان يسيبه على عماء ولا ايه؟ شوفي بقى يا بيت انا عارفة جوزك بيودود في ودان الحاج يبقى لازم يعرف الحكاية من ساسخة الرافقة بقولك يا بيت حميدة قولي الجوزك يكفي على الخبر مجور لغاية ما يعرف كل حاجة وبعد كده يروح يفرح الحاج بقى والست بهيجة بواكسة ابنهم التقيلة اشتركوا في القناة